حيان ورغم الطبيعة الفكرية المختلفة لأدب العميد طاح سين وكتبه تتسم بالشمول والموسوعية والعمق بشكل كبير إلا أنه ده ما كانش بعيد عن أدهان صناع السينما في مصر وساعة السينما لطاح سين ولمؤلفات طاح سين ويعني كان حصيد ده ثلاث أفلام سينمائية يمكن إحنا وإحنا بنتفرج مع حضرتك على دعاء الكروان وبنفتكر يعني مفيش حد ما شافش دعاء الكروان مرة واثنين وثلاثة واربعة طبعاً برحب بحضرتك النطق طريق شناوي والاحتفاء بعميد الأدب العربي طبطر طاح سين وخمسين عام على رحيله وهذه الأعمال السينمائية اللي احنا نتكلم فيها ثلاث أعمال سينمائية صحيح وليل لكن علام يعني علامات فارقة فيه السينما المصرية الحب الضائع أفلام يعني نقدر نشوفها الوعد الحق الأيام لما تعمل مسلسل عبقري ليحي العالمي ووحمد زاكي لا لاحية طبعاً بصي برغم أنه يعني طاح سين كتبنا الكبير إقاع الكلمة المسموعة والسينما أساساً رؤية صورة فالمفروض أنه يعني السينما لما بتروح مثلاً لنجيب محفوظ الحسن عبدالقدوس لأنهما بيعملوا صورة يعني أحاب كدرامية وفيها حالة صورة كمان طيب كاتب كبير إقاعه دايماً مسموع وعنده إحساس موسيقي في كلماته إزاي دا يروح ناحية السينما عشقية حتلاقي أنه فيه كاتب مهم قوي الله رحمه يوسف جوهر حتلاقي موجود في الثلاث في الثلاث أعمال في أعمال طاح سين لأنه هو كمان أديب وقادر يحس بالتفاصيل دي أنا عايز أقولك أنه طاح سين كان في الأول كانت علاقته بالسينما عايزها تبقى كل شيء يمر من خلاله يعني وأن يقرأ السيناريو ويضيف ويقول وهكذا جم في دعاء الكروان الرواية نهايتها غير الفيلم في حاجة اسمها العدالة الشعرية في الدراما اللي عدالة الشعرية يعني كنتي المزنب بياخد عقاب ياخد عقاب فلا كان العقاب كان لحمد في الرواية ما كانش فيه عقاب هو شوف الرؤية التنورية عند طاح سين كان فيه تسامح لكن لما جاي هنري بركات بقى كمخرج كبير يحيلها الفيلم قالك لأ لازي يكون هناك عقاب أخلاقي ودرامي لأن الشخصية لازم تتحول فطاح سين في الأول ما كانش موافق بس بعد كده وده بقى لما يكون قديب كبير وكاتب كبير يحس انه لأ فيه قانون آخر للسينما وللدراما فوافق برغم انه ده مش نهاية الرواية بل عكسها تماما كان فيه حالة توقامة مع المخرج هنري بركات يعني نحن نتكلم عنه صح كمان الحب الضائع كان هنري بركات 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 طبعا أكتر مخرج كان بيرتاح له مع يوسف جوهر كاتب السيناريو كاتب كمان يعني كان عنده ارتاح معما العمل معهم هما الاتنين لما اتعمل دعاء الكرون ومسألة النقاش عن العادات المصرية لتخص المرأة والانتقادات الشديدة والثقر والضربه بصي طبعا حسين نقل حالة مصرية عميقة جدا نقلها للعالم وده اللي قده الفيلم خصوصية انه هو مصري قوي وحميم قوي لكن المصرية دي اديته فعلا روج في العالم كله يعني يعني يضع الكرون احد الافلام اللي لما بيجي نختار افلام تمثل السينما المصرية بيبقى دعاء الكرون واحد منها المرتبة الستة احسن ميت فيلم شايف عظم الدعاء للكرون تتجسد فيه من اول اختيارهم للرواية قطعا والسيناريو طبعا واداء مدام فاتن واداء ظهرت العلوة واداء احمد مظهر واداء المثلين كمان عبقري يعني الفيلم فيه تكامل بركات اكتر مخرج شوفي بركات يعني ما هواش يعني متولادش في قرية لا خالص يعني وسقفته غير كده لكن هو من فرط حبه ومصريته العميقة قدم عبر عن القرية بكل تفاصيلها لدرجة لان قابلت بساس بركات وهقولك على حاجة ألهالي بخصوص دعاء الكرون كمان لدرجة ان هو في اواخر ايامه كان راحية الهرم وعمل حاجة ريفية جاب حمار وجاب معزة وبط ووز عشان يعيش الحالة دي دعاء الكرون من فرط نجاح وأثر كمان على بركات فمرة حكالي انه بعد الفيلم عايز يعمل حاجة قد دعاء الكرون فيقرى الرواية يقرى السيناريو ما يقتنعش فجاله بديح خيري وده كاتب كبير قوي قال له مص يا بركات انت مش كل الأفلام دعاء الكرون شوفي نجاح ساعات نجاح العمل الفني بيتحول يعطالك ما تبقاش عاد عارف هقدر عمل الخطوة التانية اللي بعده قال له لا قال له لما جيلك دعاء الكرون شوفي التعبير البس سموكين وروح للستوديو واعمله ما جاش دعاء الكرون جاء حاجة تانية البس العفريتة واعملها برضو العفريتة اللي هي بيلبسوها العمال يعني يعني ممكن تبقى صنايعي في لحظة وصاحب مزاج في لحظة تانية على قد بالعمل اللي يوجيهك فدعاء الكرون من فرط نجاحه فعلا أثر على أدبنا على مخرجنا الكبير بركات لها واحد أيضا من وعمل الحب الضائع سعاد حسني ورشدي أبوظة القصة الكبيرة وعمل حاجات تانية وعمل حتى حاجات كوميدية يعني وعمل حاجات يعني أكتر أكتر مخرج بما يخص عميد الأدب العربي طاحسين والأخذ من رواياته طبعا هو زي ما تريد هو أقرب مخرج بس طاحسين لما اتعمل مثلا كطاحسين محمود ياسين قاهر الظلام ده فيلم طبعا وتعمل أيضا الأيام معرفة كبيرة عدم نجاح قاهر الظلام مقارنة بالأيام بترجع ده لإيه الأيام كان فيه جهد أكتر يعني قاهر الظلام عجبهم أن احنا نعمل حاجة عن طاحسين فيلم فجابه طبعا كتاب كبار عمل السوناريو الأستاذ كمال ملاخ كتب القصة وعطف سلم ده أحد يعني أهم مخرجي السلمة المصرية لكن كانت فيها فكرة حنستغل طاحسين اسمه وكفاحه أنه قاهر قاهر الظلام لكن بالنسبة للأيام كان فيه إخلاص آخر من يحي العالمي ومن أحمد زاكي كان فيه تعب مغير فتعمل عمل مهم يعني عاش لأنه مخدوم أكتر أحمد زاكي كمان في تقمص الشخصية يعني شوفي أحمد عمل ناصر وعمل السادات وعمل عبد الحليم لا يرحم وعمل طاحسين لو سألتيني طبعا الثلاثة أول تعلوم دول كانوا أفلام وده المسلسل الوحيد لكن المقارنة ممكن تقولي طب يعني نقارن فيلم أو ثلاث أفلام بمسلسل لكن لو 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 الواحد فعلا نحى فكرة القالب ده السينما وده تلفزيون وفكر في فن الأداء حاجد أنه أحمد زاكي تفوقه في فن أداء الشخصيات أكتر بكتير عند طاحسين تدي الرصيد لمسلسل الأيام جدا وأداءه لطاحسين أعلى حتى من أحمد زاكي مع عبد الناصر وسادات وعبد الحليم طيب عايزة كمان أسألك عن الأعمال اللي أنت شايفها كانت ممكن تجسد سينمائيا من أعمال عميد الأدب العربي طاحسين ولم تجسد وده سببه إيه بردو إنه إحنا ما عندناش غير ثلاث أعمال بس هل المنتجين كان لا تعمل شهرزات كمان لا تعمل شهرزات مسلسل ده عنه كويس حكاية شهرزات عن طاحسين بصي طاحسين غير نجيب محفوظ غير إحسان يعني مش أي رواقي أعماله تصلح للسينما يعني أو أو تقدم السينما أو ما هواش دي قرينة على نجاح أو عدم نجاح أعمال طاحسين قوتها في القراءة أكتر كمان لأنها وهو يكتب بيكتب إحساس بالكلمة المقروعة ولما بتحيل الكلمة المقروعة لكلمة مسموعة عبر الشاشة كويس أو دراما أو أحداث بتفقد شيء يعني بالنسبة لطاحسين فهو رصيده ليس كبيرا في السينما لأنه أعماله بتضع على قمة الإحساس الأدبي أكتر من الإحساس الدرامي السينما بتلعب دراما أكتر يعني بتحيل الرواية إلى ملعب آخر وده اللي هدمه كمان طاحسين يعني يعني كان عنده شروط قاسية جدا في الأول يعني شروط قاسية بحيث الفيلم مش هتعمل بالشروط دي لغاية ما اقتنع أنه لا دي ميديا تانية فكره واحترامه الشديد للمرأة وعلاقته بسوزان طاحسين وتحدثت عنها في كتابها ومسألة أنه كان يحمل لها حقيبة المكياج وهو لم يراها يعني العلاقة دي يعني ما تستحقش أنها تجسد سواء سنوائن أو في المسلسل لا أنا رأي قطعا قطعا احنا عمل الأيام عن حياتها حسين بيظل فيه تفاصيل في حياته ممكن تأخذ هي كده ويتعمل لها بناء درامي عمل تاني يعني فعلا زي ما انت قلت وعلاقته بسوزان دي لوحدها ملحمة ما تستخدش كده في فيلم أو في الأيام يعني ما هي معمولة في الفيلم في قهر الزلام لا دي لوحدها دي لوحدها حكاة ثم حياتها بعد سوزان بعد طاع حسين وزاي هي فضل بالنسبة لها هذا الرمز فضلت هي ورا وجوده والدفاع عنه أنا رأيي فعلا أنه ياريت حد من كتاب الدراما يفكر في الحكاية دي سوزان وطاع حسين عمل عبقري إزاي ثقافتين مختلفتين وزاي هي يعني إيه هضمت كمان الدائرة بتاعت طاع حسين لأنه دائرة مختلفة طبعا كان معروف إن هي 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 رئيسة البيت يعني وكلمتها مسموعة ولما مدام ليلة رستم كانت بتعمل الحوار الشهير مع كانوا وكان أنيس منصور المعد كانوا بتيجوا مثلا يتفقوا على خمسة خمس أشخاص فأنيس منصور يجيب خمستاشر أو عايزة فكان بيا فيه اعتراض يعني عايزة أقول فيه تفاصيل كمان فكاهية وهو كان يعني يقول ده يعني عايزة أقول تكوين طاع حسين إنه ممكن يعني لو شفنا الحوار العبقري اللي تعمل واللي بيخلينا نشوف قد إيه مسبيره عظيم قد إيه مصر عندها كنز كنوز إرث كبير مسبيره زمان ده ده مش بس نعرض الأعمال لا ده إحنا ندرس الأعمال يعني لما يتعرض لقاء زي ده ندرس حتى هتلاقي نجيب محفوظ صروة أبوزة طبعا أنا اسمه صور أستاذك بر قوي أنا اسمه بقول كده أسماءهم حاف دول دول قمم الشرقاوي عبر حون الشرقاوي الأسماء دي كلها ندرس إزاي إزاي هي بتكلم العميد وهتلاقي فيه فروق كمان دراجات التفاصيل التفاصيل دي مهمة جدا نعرف علاقة هؤلاء الكبار جدا بقى بكبير كبير يعني أكبر الكبراء وإزاي هو بيكلمهم واختياره المفردات وإزاي هم ردا عليه بيختاروا المفردات الحقيقة حاجات عظيمة جدا جدا سعيح أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا لتشرفنا نحن كنا مع حضرتك النهاردة في التساع شكرا يا دير أشكرا أستاذ داري أشناوي شكرا جزيلا على وجودكم معنا شكرا يعني زي ما حضرتك قلت كبير فني وأدب يتمتلكم مصر الحقيقة والاحتفاء بأدبائنا والنهاردة كنا بنحتفي بعميد الأدب العربي دكتور طاح حسين باقي يعني في ذاكرة الأمة العربية والمصرية شكرا